الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا إذا رأى الرجل المتزوج الجمل الهائج في المنام دليل على الحذر من رجل يريد أن يغضر بصاحب الرؤية والله أعلى وأعلم تدل رؤية الجمل الهائج في المنام أن شخصا عزيز على صاحب الرؤية سيغدر به ويدبر له مكر كبير ومكيدة كبيرة الأيام القادمة والله أعلى وأعلم كذلك إذا رأت المرأة المتزوجة أن الجمل يهيج في المنام دليل على شخص غير أمين وغادر يدبر لها مكيدة كبيرة والله أعلى وأعلم كما تدل رؤية الفتاة العزباء الجمل الهائج أن هذه الفتاة فيها صفات سيئة غير محمودة كثيرة والله أعلم إذا رأى الرجل المتزوج الناق ولديها ابن في المنام يدل على اقتراب حمل المرأة المتزوجة والله أعلم رؤية المرأة الحامل إذا رأت المرأة الحامل أنها ترى جمل وله ابن صغير دليل على قرب حملها أو ولادتها والله أعلم إذا رأت المرأة الحامل أن الناق لديها ابن في المنام دليل على اقتراب الولادة لهذه المرأة والله أعلم رؤية الناق وابنها في المنام للرجل دليل على الرزق الكثير في عمله الأيام القادمة والله أعلم إذا رأت المرأة المتزوجة أن الناق لديها ابن في المنام دليل على اتساع الرزق لهذه المرأة الأيام القادمة والله أعلم كما يدل الرؤية على اقتراب حمل المرأة المتزوجة الأيام القادمة والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة المتزوجة أنه يرقب الناق في المنام دليل على السعادة الزوجية في حياته إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تركب الناقة دليل على الحياة الهنيئة السعيدة في بيتها والله أعلم كما يشير على اقتراب الحمل للمرأة المتزوجة الأيام القادمة والله أعلم رؤية المرأة الحامل أنها تركب الناقة في المنام يدل على إنجاب فتاة جميلة والله أعلم إذا رأى الرجل المتزوج جمل مسبوح في منزله في المنام يدل على الأمور الغير محمودة في حياته يدل رؤية زبح الجمل في البيت في المنام على موت أحد الأشخاص في هذا البيت والله أعلى وأعلم رؤية المرأة الحامل زبح الجمل في المنام دليل على تعرضها لبعض الأزمات الصحية في حملها والله أعلم إذا رأت الفتاة العزباء ذلك يدل على المرض الذي تتعرض له والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته